قال لي هركان سيف ما عندك لاش تخاف غادي نلقاها انت رتح دابا وانا كان واحدك غادي نلقاها خرج من تماك وعازم يلقى غادير في مكان ظهور سيندي في اي وقت كيشكل عليها خطر تصرفاتها غير متوقعة ويقدر يطيح غادير في مشاكل هي فغين عليها سيف ما تحركش كانت مو كتهدر معه وكتحاول تقنعه باش يرشع على غرفته ولكن ما كيسمعش لها مشاكل اسفق الباياز في مكانت نحسا كأنه كيتصنر جوحا كل شي تجمع عليه بغي شوفها وما بغيش حيث بدنب ماليه متيل كلهم فرازوا عن هاللي وقع لها حيات هاللي الدمرات ومرض هاللي غادي طيحة في مشاكل أكبر القضية فيها جرائم قتل وانتقام ولكن هي ماليها دنب هي من قطيب الناس عمرها أداة شي حد ومستاعد يساعدها ويحميها طول حياته هيت شي باش واعد نفسه أما الصخر مشال داره ولقاي لينا قدام الباب كتصنى فيه ما عجبوش لحاله بدكي يصوت وهو يقول لها تقلعي من هنا ما باقيش نشوف حسكة تدوري حدعيها أولا عاولي على التفليش يقتلد يا لحصا عمرك محلمتي بيها دار غادي جيهتلي مساعد حتى وقف فجأة من بعد ما سمع كلماتها قالت كيف بقى تساندي آه ولا نقول غادير بلا ما يدور قال ايش كتخر بقى وهي تقول عرفات كيف تلعب عليك الصخر اللي ما كيديرها بي حد جات وحدة ولعباتها عليها دار بسرعة ورجع عندها بحل إعصار شنقع لها من عنقها حتد صدح لها راسها مع الحيط وخرج عينيه فيها وقال عاودي شنو قلتي إلينا قد رفيه وقالت أنا بغيتك غير تعرفها على حقيقتها هي لعبات بي وبش حال من واحد ساندي اسمها الحقيقي هو غادير قال صخر كدوب كتكدبي غادي نقتل أمك وهي تقول ما كان كدبش سير الكازينو تأكد بنفسك طلقها وطاحت فاشلة في الأرض كتحق في عنقها ودوروا دخل المسعد وجبد الفرديم ورضحوا تأكد بي اللي عامل ورجعوا خرجوا ركفته موبيل ومشا طاير لسبي طاير طلع عند هادي ريكت فتح الباب ورقى غير الفراخ خرج كيترحط بالأعصاب واللي حمرو عروقو خارجين اللي شاف فيه كيتخلع من المنظر ديانو نزل حيحة عليهم بالمزيانو وقالت ليه الممرضة باللي خرجات قبل ما يشوفها حد خرج من تمك ومشا الكازينو يتثبت كدوب إلينا وهاد المرة ما غديش فعليها حد أهادرتها ما يمكنش تكون حقيقية ما يمكنش خدير بس اندي يكونوا نفس الشخص ما يمكنش وصل قدام الكازينو وكان الليل والدنيا عامرة كيف العادة دخل كي يستحب الباشار ومنصوقش توجه لعند المنجر اللي مكلف بالموظفين ودخل كي يفرع دوشنق عليه سوهلو في مكينين ملفات الموظفين نعد ليه إيدو وطلق منو ومشاحل مجر كبير وجبدك شي كي يقلب ويلوح في الأرض حتلقاه وشاف الصورة وفتحه وإيدة به كيتصدم بالإسم مكتوب غادير الأشقر العنوان نفسه والحالة عازبة العائلة الوالدين متوفية وأخت كبرى متوفات كم شوف إيدوه وكيناش خرج هزو في إيديه وغادي وعينيه معميين ما كيشوفش قدامه خرج من الكازينو يلا بغي يطلع في الطموبيل احتجاه اتصال كان عمر وقال له يخلط عليه حالة للموقع اللي هو فيه شي حاجة بخصوص القضية طلع وخدم جي بي آس سايق مرفوع ادماغه متوقف على التفكير حتى أنه ما كانش متحمس بالجديد اللي وصله من عند عمر وبعد مسافة لا بأس بها وصل منطقة شبه خالية فيها بيلات قلانه بانت ليه سيارة واقفة بعيد فيها عمر ومراد وصل عندهم ووقف الطموبيل وخرج عنده عمر واتحضر ومدليه كاميرا خداها من عنده بده كيشوف كانت صور سيارة خارجة من الجهة الخلفية الكازينو سيقاها فتت شقراء وجنبها راجل وصور خراح دا الفيلة اللي واقفين حداها شاف صورة خراح فيها نفس البند خارجة من الطموبيل ولابسة لباس مغري حد وحد لفخات وشعر أشقر طويل مطلوق وملامح وجهة ما بيناش والصور فيهم داخل الفيلة هي والراجل وهو مترنح باين فيه شارب بالسحف سخر شاف عمر وقال هي وهو يقول له عمر احتمال كبير خرج من الطموبيل وغادي لجهة الخلفية ديال الفيلة خطوات مسرعة وعمر تابعه ومراد حتى هو خرجه اتبعه وقفه دار وشاف فيهم وعطاهم التعليمات كل واحد من يدخل وتحرك بخصة كانت لام فقط أضواء الفيلة اللي عاطينا الدو شاف بالباب الخلفي فيه جوج ديال ليجارد بحال الباب الأمامي اللي فيه حتى هو جوج هز حجراء ولاحف لاتجاه المعاكس سمعوا الحس وتلفتوا بجوج كيشوفوا في مصدر الصوت قرب خطة مسرعة ووقف من الرواحد فيهم وعطاه للراس بمؤخرة المسدس حتى طاح لاخر يلا هز راسو شاف سخر ما عرف الدقة من ينجاته طاح على طوله وهو يبين عمر واقف موراه حرق لي السخر راسو ورجع جوج خطوات اللوع جا كي يجري ونقز من فوق الصور اللي ما كانش عالي أهبط على العشب وبدأ كيتمشى بلاحس وحادر في كل خطوة كيدير وصل لباب الكوزينة وضرب الزاج بالمسدس وخشى يبدوها بالصافضة ادخل وكانت الكوزينة مضلمة خرج منها وشاف جهة الدروش طلع فيهم وجات عينيه على باب كبير وقال في نفسه أكيد هذا هو بيتنهاس الرئيس يد شد بيها المسدس ويد حطها على البوني فتح الباب وكان ضوء خفيف حميلي زاد خطوات وهو كيسمع صوت مخريبش عليه كيقول الله مايمكنش غير كيتخايل ليه كان الراجل مناعز فوق النام والسيوم صفح لابس غير بوكسر وهي طالعة فوقه كالس على كرشو كتشوف فيه بشرقة راهية قالت له بغيتي تمشي عند ولدك أبدأ كيخرج ويدخل في الهضرة وهو يقول لها فينا هو والدي وش عارفة فين مشا سيف بدات كتنعت ليه الفوق وقالت مشا لهي ولكن ما تخافش غادي نصيف تكل عندو اليوم مدات إيدها لصاكل لحداها وجبدات سكين جات تهزو الفوق باش تضرب ضربتها وهي تسمع صوت موراها اللي يشللها على الحركة صوت مايمكنش تنساه تعرف عليه من بين ملايين الأسوات قال لها صخر وهو موجه لها سلاح لجيتها غادير دارت بالعرض البطيء غير شاف وجهها مزيان وخش شعر المستعار وليلونت والماكياج ولكن عرفها هاد الوجه واللحافة التفاصيل مايمكنش يكون غالط كتشوف فيه مصدومة وهو أكتر حتى يدو ولو كيترعده ادخل عمر موراة وعلى قدر الصوت اللي استر اضغط صخر على الزينات على غفلة منه والطلقات الرصاصة والطلقات صرخة وجيت طايحة على الفراش جنب ببات سيف اللي معرف باش تبلف اسمع صوت الرصاص ابقى واقف على نفس الوضعية والصدمة باقة مأطرة عليها جاه كل شي دقة وحدة ما زال ما استوعب الصدمة اللولة حتى جاتوا ما تفس منها عمر قرب الجهة من ناموسية وهو هازي السلاح في ايده يبانت لي شدف اكتفها اللي كينزف وكتألم وجه السلاح لجهتها وخدر بأمر تهزي وهزي ايديك الفوق يلا تحركي تقعدات وهي كتألم وباقى شدف اكتفها اللي دازت من حداها الرصاصة ضرباتها ولكن ما اختارقاتش اكتفها وقفات بصعوبة وهي تهز راسها في صخر اللي باقي على نفس الوضعية دار لها عمر المينوت خرج بلاستيكة وهز فيها الجنوية ودفعها باش تحرك قدامه دازت من حداه وكتشوف فيه بحزن عمرها دارت بحساب هاد النهار اللي تجن وعلى ايد من؟ على ايد صخر خرجات هيو عمر من الغرفة ونادم صطفى كيتلاوح وقف على صخر اقال لي شكون انتو ما؟ كيف درتو حتى دخلتو لنا؟ فين ليه قارد؟ ماش كي نسيبه؟ فين غادين بالبنز؟ غادين تفاهم معاكم ما عارفين ش راسكم معامل شايف صخر واقف ما دار حتى ردت فعل وهو يدفعه ساعة ما تزحزح شليه حدو وجه ليه شوفاته الحادة وهو يرجع خطوى اللور خايف على راسه ورجاله ما كينش ليهم الآطار ولكن ما بغاش يبين باللي ضعيفه جابان وهو يقول البول يثهاج مين علي وسط دار اينا غادي نوريكم ما حس على راسه حتى جاتوا أعنف لك ما اللوجه طاح على طول وفاقد الوعي وما عاودش تحرك خر الصخر وبالليه مراد واقف مع ليكارد وشي رجال ديال الشرطة اللي خلطوا عليهم ليكارد من اللي عرفوا بللي راهم البوليز وجاوا على قبل البنت اللي كانت مها مصطفى صخروا له وحتى الصخر أوامروا بش يمشيوا واركفته موبيل تحته ووجه وصلوا لمركز ودخلوها لغرفة الاستجواب ادخل عندها وقال كل شي خرج خرجوا رجال الشرطة واتباحهم مراد وهم من اللي تأكد باللي خرجوا وهو يوقف قدام باب غرفة الاستجواب فتح الباب ودخل الشاب فيها قال صفوق الكرسي هزات عينها فيه ووقفات وقربات عن دورج لها كيرشف وقفات قابلة معها وهي تقول صخر أنا ما حسات بيدو حتى نزلت عليها حتى طاحت في الأرض شادف جنبها وفمهوني فيها دايزين بالدم حطات إيدها على جنبها كتتألم ودايخها على إطر الصفعة مازال ما استوعبات بدقة حتى حسات بيدو جبداتها بقوة كان شانق عليها منح ويجهب إيديه بجوش وطلحها المستوى حتى تقابلات مع وجهه لعامر غضب عيني خمرين بحل شعلة ديال النار كيشوف فيها بندرات كلها غضب وكراهية وش مأزاز آخر وحدة يتوقحها تكون هي العدو واللدودة ديالو اللي كيقلب عليها وبغي يلقي القبض عليها بأي طبع ما قدرتش تهز في عينيها وهي مزيرة على جفونها كتحس بالحريق وألم رهيب وهو يقول علاش من بين الناس كلهم اطلعين دي علاش ايش بنتليك اللي تجي وتلعبي عليها هنا صخر بن يزيد الرجال بش لاغم هم كيهزوش فيها الراس تجي خانزة بحالك تلعب عليها كيف بغعد خاسك الأوسكار على تمتيرك ما عندي ما نقول لعبتيها مسياني قالت صخر غير اسمعني ازدحم على الحيط وهو باقي شنق عليها وقال ايش غادي نسمع سكتي ما نسمع صوتك الله حرقت عصيرتك رديتيني ضحكة اينا كنقلب علاش الدمك وانتي حدايا بداك يضحك بالفقصة وقال وزايدة ها لعبة عليا بجوز شخصيات زعماء ما خليتي لي يا ما نقول قالت اينا بغيتك من قلبي نزل عليها بلك ملوجة حتى حسات بحنكها دخل في سنانها وقال قلت ما نسمعش حسك ما كرحتش القتلك دابة ولكن اللقب خاس بتخلصي مزيان على كل حاجة بوحدها باش تبرد لي الشمتا كان وعدك غادة تعيشي في الجاحين والطلبي الموت وما تلقيهاش شافها بدات كتصد عينيها والترخات وهو ينزل عليها بتصرفيقها وقال حلي عينيك باقي الحالة لتنعزي جرها وخبطها على الطابلة واتحن عليها مقرب وجهه منها ونفسه على وجهها وقال شنو قال ليك رأسك اللي جاي عندي بكل جرأة وقال سكت تحلوني عليها دايراني طريق باش ما تحصليش كنتي عارفة مني شاد القاضية ديالك باش نبقى قدام عينيك وتلعبي كيف بغيتي قالت ما كنتش عارفة انت اللي شاد القاضية دار ايدو على عرقها وزيره قال لا تيقتك وقال سلعبا ليه فيها دور البريئة وكتجب دياليا دايراني مصرحية مرس القوطة كتلعي عليا من هنا ومن هنا ومر الشريفة العفيفة وما تقيسني شو بحد مني قالت انا انا ساندي ساندي اللي كتبغيك وكتحمق علي زاد صخر زيره على عرقها احتخرجه عينيها وقال ما زالة زيدة فيه قلت ليك ما نسمعش حسك سكتي قبل ما نسكتك في مرة وحدة سكتي تحل الباب ودخل عمر شافه قجها وهي ما كتتحركش جاء عندو كيجري كيجر فيه وقال له صخر طلق منها صاحبي ره غادة تموت ليك بين ايديك وبدك يجر فيه ولكن وعلو ما بغاش يطلق منها شاف فيها بانت ليه بدات كتزراق وما بقاتش كتتحرك وبعد ايدو كيشوف اثار سباعو في عنقها وهو يقول عمر البنت حالتها خاصها صبيطار سخر زير على سنانه وقال ما غادة تمشي فيه وهو يقول له عمر واخام وجري ما كتبقى ايمسان وعندها حق التعالج نزفات بالزاب عندها شي جرح في جنبها تفكر سخر فاش بغا تتبرع بالكلية ديالها وهو منحها حيث كان خايف عليها وكيفاش حس فاش كانت في غرفة العمليات كان بغي حماق ومرتاه احتشافها بخير ضير على ايدو مغدد حاس بالشمتة والغباء كيفاش كانت كتلعب بيه وهو ما جاي بخبار وهو يقول جيب لي هالطبيب هنا وباقي حسابي معها ما سالاش رد بالك مزيان ما بغيت احتخطها خرج وجابوا لي هالطبيب خرج صخر ومشا ديري كتعد إلينا وسولها وقال لها كيفاش درتيح تعرفتي قالت كنت مراقباك وملي شفتك معاها شحان من المرة تبعتكم وواحد النهار شفتك وصلتيها لدارها وكلفت تحري خاص بشي بحت على معلومات عليها بغيت نلقى غير شي حاجة اللي تخليك تبعد عليها تحري جاب لي المعلومات وتماك عرفت باللي اسمها الحقيقي غادير ماشي سانتي وعايشة بوحدها قرات الصحافة وخدامة في شي مجلة وبالليل خدامة في الكازينو إلينا ما كان عندها احتشي فكرة على مرض غادير اللي فهمات هو أنها كتكذف على صخر وعايشة حياة مزدود رجع صخر للمكتب وقال لعمر باللي راجبنا لها الطبيب وفحصها ولقى باللي عاد فاتحها وجرحها باقي جديد وتحل عاود خيط ليها في المستوصف وعالج لها احتش جرحها ديال الرصاصة وره باقي نعسى ومازالة تحت تأثير البنج وهو يقول له صخر نزلها لتحت قال ليه عمر ره مازالة ما فاقت وحالتها قاطعوا الصخر وقال له قلت ليك نزلها لتحت قال عمر أوكي شاف ناد عمر خرج ومشى المستوصف لقاها باقي نعسى فوق بايات صغيرة وجهها عامر كدمات وولا وزرقية وشفتها مجروحة تقول داد تحليها دكاكا عيط الواحد الشرطي وقال ليه يهزها وخرجوا تابعوا الشرطي هزها بين ايدي دازوا محدى مكتب الصخر اللي كان خارج شاف فيهم وشافها مغمضة عينيها وراسها مدلة وشعرها هابط وهي بين ايديين الشرطي رجع سد الباب حتى بغي تقلع ودخل كيهرس ويدرب اللي لقاها قدامه هرسها وشخشخ المكتب كله حطوها في الزنزانة مع ابنات خرين وخرجوا بقاوا السجينات كيشوفوا فيها من اللي دخلوها وهي ما تحركاتش وفي الصباح فاق الاب دي السيف وبدك يسترجع بالذكريات دي الليلة الماضية جاه دك شي كيف الحلم تفكر البنت اللي كانت مها وما جيئهم لحنا وفاش دخلوا رجال الشرطة ودوها وخا كان سكران ولكن بقا عاقل على شحان من حاجة حتى فاش خرجوها ووقف كيهضر مع صخر ومن تمك ما بقا عرف شنوقع هز التليفون وعيت على واحد من اللي قاردة تيالي اللي جا بالذربة وسولوه على شنوقع القاردة شرح ليه باللي جاو على حساب ديك البنت اللي جات معاه وراها اعتاقلوها وكانت على وشكة قتله مصطفى تصدم وعينيه خرجو بدا كيسترجع ملامح البنت وهو ويفشلو عليها رجليه قلس فوق الفوتاي وكي ترعد وامتيقش كان غادي يموت بحال دوك اللي سبقو كان داير حتيات من انه يطيح في ايد القاتلة ولكن بسباب مشاكيله مع السيف وفاش شاف البنت اللي كتشبه لديك اللي يغتاصوه تخلطو عليه المسائل وشرب لقياوس احتى انه نصار صورة مستهدف نادو تخلطوش ودوش والبسح واجوه بطلق السيارة كتسنه اركب اللور ودي مارش شيفوه وهو قالس في السيارة كيخمم خد التليفون ودووز واحد النمرة وقال شنو قلت ليكم قلت ليكم راه رجعات ياك قلت ليك راه شفتها بعينية في السبيطان وانتو ما قلستوك تضحكوا عليا هي اللي قتلاتهم وحاولت تقتلني البارح كنت غادي يموت راه رجعات نتاقم منا قال ليه الشخص ايش قالس كدخربك سير شوف ليك شي طبيب نفسي كان شي واحد مات كيرجع وهو يقول مصطفى قلت ليك شفتها بعيني فين كاين نجي عندك خاصنا نهضره علاش ما باغينش تتيقوني وهو يقول له الشخص ما تجيش عندي ما لك مكلخ وإلا كانوا مراقبينك البوليس باغي توصلهم لي سير ارجع في حالك ودير بحالي لموقع والو انا غادي نتكلف مصطفى قال ليه والله لا هي اقطع عليه الشخص وخلاه كيتشوها الزعف وهو يلوح التليفون وقال للسائق ووصله لسبيتار أما رغد بدات كتحل عينيها وكتحس بجسمها كله كيحقرها حسيت براتها ناعسة على شي حاشا قصحة كانت عاضية وجهها لحيد دوراته مستغربة من المكان اللي هي فيه هادي ماشي غرفة المستشفى فين كانت ناعسة دي قعدات كتدور عينيها في المكان حتى بانوليها القطبان وبنات كله في المليوحة الدموع بده وكيطيحو شلال كتحاول تكذب عينيها وباللي هي ماشي محبوصة وماشي هادي زنزان باقى كتحاول تتوعب فين هي واشنو واقع حتى كيبال لها شرطة كيحل الباب ومعاه وحدش كلها كيخلع عامرة وكتافها عامرين كيف ديال الراجل وجهها كله ثيكات خيس وديراة كوبغارسون وقفات بصعوبة ومشات عندهم قالت عافك خرجني من هنا علاش انا هنا فين هو سيف فين هو الدكتور راكان قال لها الشرطة سيري قلسي في بلاستك بلاست داع شافته كيسد الباب وزادت فواتيرة البكة حاسة بالخنقة وروحها غادة تخلش قالت عافك الله يرحم واليديك خرجني من هنا ما نقدرش نبقى في هاد البلاستة عافك تجاهل صراخها وكمل على طريقه كيف تفاوت حسات بشي حجرها لعنده تلفتات ولقعتها المرأة اللي يالله دخلات شكلها كيخلع مخنزرة ومخسرة كمارتها وهي تقول ليها وممكن تسكتي شوية حيت فرعتي لي يا كري على هذا الصباح بدايت غاديرك ترجف ودموحك يجري وعلى خدها ابقى تراجعة باللورح تحبسها لحيط أما السجينة توجهات عندوك اللي نعسين كلها فقد وبدأت كترك لفيهم وتسك قالت ليهم نودوا السلقوطات تقعدوا نودوا قافزات غير شافوها وإحنا والراس وهي تقول ليهم فين ما نجي نلقى نفس الكمامر أربعة ديال السلقوطات ولا بغيتوا تتربعوا الله يعفو عليكم من هزان الرجلين وهي تقول أحد السجينات اللي سمعك يقول كتضلي تسجدي حنا كنهزوا الرجلين وانتي كتبيعوا تشري في بنات الناس جات عندها السجينة الخاسرة شداتها وهي تلوي لها إيدها حتى بغت ترتق لها وقالت إياكي تحليك الفم بدأت السجينة كتغوت وقالت آي تلقي العارة خديجة لما تلقي مني غير مقطوعة ومعارفاش اش كنقول تلقات منها ودفعتها وهي تقول خديجة لقيتيني ما مسالياش ليك أما كنتي تخرجي ديري كتليوم للروضة دفلت لها على وجهها وقالت كحزيل هي ودابجة وقت المعقول شكون فيكم اللي دخلات البارح بالليل كلهم وجهو صبحهم الغدير اللي مقنطة في الزاوية كتشوف بعينيها اللي عامري ندموها تمشيت خديجة بشوية عليها حتى وقفات عليها وهي التحنة عندها قالت ما الغزالة ديانا شكون بكاك وبدات كتلعب لها في شعرها وقالت تبارك الله عليك كل شي فكزوين خسارة حرقني قلبي عليك ولكن جات توصية باش نتهلا فيك فتحات فمها وجبدات رازوار من تحت لسانها دارتوا بين صباحها وغادير خرجات عينيها وهي كتشوف فيها أش كتير بغاد تغوت ولسانها تتعقد سدات عينيها كارز عليهم وقد سنة ما صيرها وفي السبيطار عند سيف تحل الباب ودخل مصطفى شافتوا الأم ديال سيف وهي تنود عندي أما سيف ما تحركش كأنه ما حاش باللي ضاير به قالت الأم أش كتير هنا سير خليها عليك حتى يبرا وديك الساعة شوفه وتناقش كيف بغيتي هو يقول لها مصطفى بيني وبين ولدي وانتي أش دخلك قالت هو ما بغيش يشوفك ما شايفش حالته كيف دايرة غادي غير تزيد عليه لشابك قال لها مصطفى بغيت نهدر معاه في شي حاجة مهمة تمشى جيرته وقلس في الكرسي جنبه وقال سيف كيف وليتي سيف بقى ساكت مصطفى قال هم بغيت نسولك ديك البنت اللي جادك النهار شكون هي وفيلك تعرفها سيف بقى ساكت وهي تقول الأم تسيف هاديك صديقة سيف وهي اللي تبرعات لي مصطفى قال شنو سميتها قالت الأم علش كتسول وهو يقولها مصطفى وقولي شنو سميتها قالت سميتها غادي مصطفى قال لها غادير؟ واش هاد غادير؟ عندها شي خطها وهي تقول الأم ما نضنش هي يتيمة وعيشة في وحدها مصطفى قال بصوت من خافط وشكون تكون ديك رساندي اللي تلاقيت بيها البارح؟ كتشبه لها بسعب سيف ما كانش في هاد العالم كيسمح ديتهم وما مركش حتى سمع اسم ساندي في ودنه وهو يوقف بصرحة حتى تلفته عنده بجوش قرب عند مصطفى وشد فيهم الكل شانق عليه وقال أعاودش قلتي؟ مصطفى قال له حيا ديديك ايش هاد قلت الأدم؟ را كان بقبك سيف بصوت عالي قال أعاود الاسم اللي قلتي دابا شوية وهو يقول له مصطفى أينها اسم؟ قال له سيف اللي قلتي دابا مصطفى قال ساندي سيف مخرج عينيه وقال فين كتعرفها؟ فين شفتيها وفين هي دابا؟ قال ليه مصطفى ما كان عرفهاش تلاقيت بيها غير البارح وحاولت تقتني وهو يقول له سيف وفين هي دابا؟ مصطفى قال ليه را ها اعتقلوها لبوليس علاش هاد الشي كله؟ فين كتعرف ديك المجريمة؟ حمر فيه سيف عينيه ودفعه بالجهد حتى طاع وهو يقول له كون ما كنتيش لأبد يالي وخهد اسمية بزاف عليك كانت غدا تكون معك هضرة خرا خدا سيف الحواج من الساك اللي جابت ليه لأمة دياله ولبسهم وخرج بقات أمو كتعيت له ولكن جاهلها وكمل على طريقه خرج من المستشفى ووجهه باين فيه الحيا وقلت النهاز والأكل أخدا تاكسي للمركز فين خدام سخن حيت عارف هو اللي شادت القضية وصل للمركز لقى شرطي واقف حدا الباب أبغى يدخله منهم وقال له سيف حيت خاسني نشوف الضابط السخن الشرطي قال ليه هو دابرة في اجتماعه ما يمكنش ليك تقابله قال ليه سيف غير قول ليه سيف شاي شوفك على شي حاجة مستعجلة هو يقول له الشرطي واش باغيت خرج عليها ره ما كيبغيش اللي قاطعه وهو في وسط الاجتماع بدأ سيف كيغوت وخرج مراده قال أش واقع هنا الشرطي قال الشاف هاد خينا جاي محيح قال ليك بغى يدخل عند الضابط الصخر صحة قلت ليه راه في اجتماع ورفض يمشي وهو يقول له مراد ما لنا جاي محيح وناد صخر من الكرسي وتم جاي بخطوات تابتا وقف مورا مراد وهو يبال له سيف هز حاجبه وكيشوف فيه شوفات حادة وهو يقول له سيف خاصنا هدره حياة غادير في خطر صخر زير على فكوغان طلقوه طلقوه منو دك الجوج وشير ليهم صخر برازو زعمة حرقو وهو ما يزيدو مع الطريق شاف صخر في سيف ودخل وتبعو سيف وهو يقول صخر من بعده نكملو الاجتماع ناد عمر خرجه هو مراد وقل السخر فوق الكرسي ودار عاطيب ظهره لسيف وهو يقول له سيف غادير كينا هنا ياك قال ليه صخر حتى انتك انت عارف وهو يقول سيف واش غادير كينا هنا انت اللي اعتقلتها البارح خاصدي نشوفها ضروري دار عنده صخر ووقف وقال ليه واش حتى انتك انت كتمتل عليك ولا غير اعنا سيف قال ليه غادير مريضة وهو يقول له سخر كتعرفها سينين هادي وما عارفش باللي صديقتك قتالة ولا عارف وساتر عليها سيف قال ليه ماشي هي اللي كتقتل وهو يقول له سخر متأكد سيف قال غادير ماشي قتالة غادير مريضة ومحتاجة مساعدة ماشي تدخل لحفظ هو يقول له سخر جاع هذا حب حتى تعمى ليك عينيك وما كتشوفهاش على حقيقتها ولكن ملومكش سيدة بارعة ودارتها بيا انا جاع سيف قال ليه واش ما كتسمعش شنو كنقول ليك قلت ليك غادير ماشي قتالة هي ماليها حتى شيدا في هاد الشي قال ليه سخر ما ترفعش صوتك عليا هي ماشي قتالة شفتها بعينية وجاي انتكت تقول لي ماشي قتالة سير بحالك ونساها عليك حيث غادت تعفن في الحفاظات غادي نحرس على انها تحط اكفى السجن اللي تعيش فيه الجاحين كل نهار ونوريها اللعب كيف داير قال ليه سيف غادي تندم كون متأكد باللي غادي تندم زيان على هاد الشي خلال سيف كي يزرف في المشي عارف صخر ما غاديش يسمع ليه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة